تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المصابقة العالمية التاسع والعشرين للقرآن الكريم تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وذلك بحضور ضيوف مصر من المحكمين والمتصابقين المشاركين في المصابقة وأوضح وزير الأوقاف أن عدد المتصابقين بلغ 108 متصابقين من 58 دولة يتصابقون في ثمانية فروع تهتم بالشأن القرآني تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة واسعة من مختلف الدول العالم انطلقت فعليات المصابقة العالمية التاسعة والعشرين للكرآن الكريم تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وعلى مدى خمسة أيام يتنافس المتنافسون على حفظ الكرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية مصر تتسابق على القرآن الكريم وتتمنى غيرها أن يتقدم وأن يحوز المركز الأول ونناشد الجميع أيضا لأننا رغم أننا من حفظة كتاب الله وأن مصر رائدة في حفظ كتاب الله وصدرت كتاب الله عز وجل للعالم كله إلا أنها تفرح وتطرب بحفظة كتاب الله والذين يسبقونها في هذا الحفظ الرعاية من قبل الدولة المصرية لهذه المسابقة وهو ما يعطي انطباعا واضحا وانعكاسا طيبا على مدى حرص الدولة حكومة وقيادة على الاهتمام بالقرآن الكريم وحفظة القرآن الكريم وبإجمالي جوائز مليوني جني حددت وزارة الأوقاف ثمانية فروع للمسابقة مع استحداث فروع الأسرة القرآنية والمحفظة المثالية والحفظ بالسبع قراءات والنشاء من حفظة الجزء العام والحفظة من ذوي الهمم يصرني أن أترجها بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تفضله برعاية هذه المسابقة وتكريمه السنوي لأوائلها في احتفال الدولة المصرية بليلة القد وتوجيهه بمضاعفة جوائزها وإكرام أهل القرآن فلا يكرم أهل القرآن إلا كريم حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله عز وجل إكرام زي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام زي السلطان المقصد هذه المسابقة هذا العام تتميز بكثير من المميزات الميزة الأولى أن قيمة جوائزها تضعفت عن المسابقات السابقة فجوائزها تزيد عن الاثنين مليون جنيه وأكثر إضافة إلى أن هذه المسابقة تتميز بأفرع لم تكن في المسابقات السابقة المسابقة المراضي بتحظى برعاية واهتمام كبير خاصة أن عدد المتسابقين المراضي تجاوز الميت متسابق مية وتمانية متسابق تقريبا وطبعا يزيد الاهتمام بهذه المسابقة رعاية فخامة السيد الرئيس لهذه المسابقة واهتمامه بها وبأهل القرآن ودائما هذا ما تعودنا عليه من فخامة الرئيس المسابقة يشارك بها أكثر من مائة متسابق من ثمان وخمسين دولة حول العالم منها ثلاث وثلاثون إفريقية وسبعة محكمين من سبع دول للتقييم في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ترجمة نانسي قنقر